تلقى وزير الخارجية سمح شكر اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اسبانيا خسيم منويل البريس وهو الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الاوروبي للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مناقشات الوزيرين ركزت على الاجراءات الواجب اتخاذها دوليا واقليميا لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة والتي تنذر بمخاطر جمع تهدد استقرار المنطقة واكد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على مختلف الجبهات واتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة داعيا الاطراف الدولية المؤثرة ومنها الاتحاد الاوروبي للاطلاع بمسؤوليتها في هذا الشأن